والتاني بقى ساعات بيبقى فيه ناس بتتخض فبتضطر تكت؟ اه لا مش بيتخضوا هي الفكرة هو ما بيتخضش في الهو بيبقى خايف الفكرة ان هو بيبقى خايف من اللي هيحصل فبحاول ان انا حاول اطمنه يعني اللي هو ان الموضوع سيف جدا ده برضو حصل مع فنانين قبل كده حصل مرة مع استاذ عيدة رياض لقال كتأول مرة ترك فيوزة في حياتها في مسلسل هوجن قدام رياض الخولي ساعة فكرة ان هو اكتشف ان هي خاينة وكده فبطلع طبانجة فبيضربها فكانت متوترة جدا لدرجة ان هي كانت خوف كان غير طبيعية ليه بقى هي فيوزة دي بتطلع من المسدس؟ ولا بتبقى على الجسم نفسه؟ لا 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 ده بيبقى عبارة عن جهاز متركب كده صغير هنا طبعا ده بيبقى صناعة يدوية بيبقى حاجة كلها سيفتي ده بقى من الحاجات اللي انا طورت فيها ان هي ما بقتش حاجة بتعور قدبها هو اندفاع ضغط غاز بس بس مجرد ضغط غاز بيطلع بيطرقع وش الحاجة تفريغ هوا بس مش اكتر حلو بقى دي بقى زي اللي انا هشوفها ايه ده بقى بصقى دي طبانجة ايه اه مفوض مسلا انها هتضرب طلق دي فيوزة حصرية بقى ديت ماش موجودة اصلا قبل كده وديت من تنفيذي ويعني انا تقريبا الحمد لله دي مجردش موجودة عندنا في مصر قبل كده لا خالص خالص مفيش فيوزة تحت الجلد خالص بتركب يعني ايه فيوزة تحت الجلد ايه فيوزة تحت الجلد دي تفتح الجلد تحط فيه لا لا دي حاجة بتركب هي عبارة عن فيوزة مايكرو صغيرة جدا بتركب فوق الجلد وبتتعامل بميكاب خفيف جدا فهي ما بتبانش فالبانجة انها جزء من الجلد مش بانش اه وده طبعا مش متعرف عليه يعني فدي حاجة جديدة الحمد لله بفضل ربنا يعني ربنا وفقني وقدرت اعمل دوت فاعتبر صبك يعني في مجال الفيوزات يعني السينك بتعمل ازاي ما بين ان انا كمشاهد اسمع صوت مثلا الطلقة وبعدين الدم بقى تمام هو بيحصل دوت فعلا السينك دوت بيقى بقى خبرة لان ما بين ان انا اخلي الفيوزة تطرقع وما بين ان هي الطلقة بتطلع بالمثدس انا بثبت السينك ده مع السينك ده يعني بحيس ان انت حضرتك يعني ما تحسش ان فيه فرق ما فيش سينك مسلا كده يبقى اول ما بيسمع الصوت فبس يحصل والله هو مش مش عارف يعني هو لسه معرفش دوت هل تواجد التكنولوجي دي بتادي تظهر بس السينك دوت سهل جدا يعني هو مع الخبرة بتزبط جدا بسهولة فضيئة يعني حلوة الحاجات دي كلها ده 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 هنعمل شغلة جميلة جدا لا ما هو التطور مع عشان كده بقوله حضرتك ان محتاجين ان احنا لازم كل يوم نطور طول الوقت عشان احسينما المصرية دلوقتي دخلت في لاين بقت مواجبة قوي للمستوى العالمي انت حاسس فعلا بكده فعلا دي حقيقة يعني حتى في الكادريت بتاعت المخرجين في الشغل الصورة في طريقة الاخراج في طريقة الاكشن بقى مختلف خالص عند الاول اشتركوا في القناة